اشتركوا في القناة والاستشارات والدراسات الإدارية صباح الخير أستاذ وحياك الله معانا في صباح الشارقة شكرا بالنور والسرور والعافية يا رب العالمين صباح الطاقة الإيجابية يعطيك العافية أستاذ ونورتنا النور نوركم دائما الشارقة مشرقة بمن فيها وبفضل حاكمها سيد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسم هو الرجل الأول في الإمارة وصاحب الفكر الابتكاري المتميز جميل أستاذ اليوم تكلم عن الابتكار هذا المصطلح السعيد الصراحة يعني نحن دائما يقول أنت ما شاء الله إنسان مبتكر تحس بالسعادة تقول هذه جهة مبتكرة عندها ابتكار تفرح المؤسسة الدولة يوم تخصص شهر الابتكار معناته في شي جديد قاعد يطلع وفي تطور خلا نعرف مصطلح الابتكار قبل أن ندخل في موضوعنا قبل أن نعرف الابتكار الابتكار هو أصلا العصب الرئيسي للحياة واستمرار الأعمال الحياة دائما متجددة خلق الإنسان دائما للحركة والسعي فلابد من التغيير والتجديد للأفضل فالابتكار يأتي لتجديد الأشياء القديمة وتحديثها إلى الأفضل سواء في أسلوب الحياة في أسلوب العيش تحقيق رفاهية في المنتجات لتطوير المنتجات لكسب الدخل جميعها تحتاج إلى تغيير وتطوير الأفضل وهذا ما يسمى في الابتكار لو أتينا إلى تعريف الابتكار في مصطلحها هو سعي المؤسسات والحكومات والأفراد الحثيث لتوليد أفكار مبتكرة سواء كانت على شكل منتج أو سياسة أو خدمة هدفها دائما التطوير وتحقيق السعادة والرفاهية للمجتمع جميل جدا إذن استاذ أحمد اليوم أفضل الطرق لتسريع وتيرة الابتكار نصح التعبير الابتكار أصلا يأتيك نوعين أما تدريجي أو يأتيك ابتكار جذري تتحول في كل نظم العمل فالابتكار مهم ويأتي الابتكار لتسريع عملية الابتكار لازم أن تكون لديك هناك عدة قانوات أولا الثقة أنك أنت تستطيع أن تصل ثانيا قراءة ماذا تريد أن تطوره أو تبتكره أنا أريد عندي منتج أريد أبتكر منتج جديد لابد أن أرى السوق الموجود أرى حاجة الناس تقبل الناس ثانيا أنا لازم أزرع ثقافة الابتكار عندي في المؤسسة أنا إذا أني أنادي في الابتكار وأريد أتطور وما عندي أساسيات رئيسية للابتكار لا عندي أدوات ابتكار لا عندي قنوات لا عندي موظفين لا عندي تحفيز لا عندي إدارة كاملة لنظم الابتكار ففقد الشيء لا يعطيه دائما لابد أن نبدأ في الأساسيات الصحيحة نشر الثقافة ترسيخ الثقافة تشجيع الموظفين على المبادرة والابتكار عمل محفزات أيضا لهؤلاء الموظفين أنا سواء الموظف أو متعامل أعطاني فكرة هل أكافئة؟ هل عندي صندوق للتحفيز؟ هل عندي إدارة كاملة هل المنظومة؟ فالابتكار منظومة متكاملة من الداخل ومن الخارج سيد أحمد إذن هل من الضروري أو من المهم أن تكون في كل شركة أو مؤسسة أو دائرة أو حكومة أو دولة فرق خاصة بالابتكار معنية بالابتكار ورفع الجودة؟ من الضروري أن يكون فريق مختص في الابتكار في تنفيذ الابتكار تكون هناك حكمة، تكون هناك سياسات، تكون هناك محفزات، أفضل ممارسات لكن الأهم من ذلك ترسيخ تلك الثقافة لدى موظفينك في المؤسسة دولة الإمارات ماذا فعلت؟ عملت أسبوع الابتكار ثم حولته إلى شهر الإمارات للابتكار لترسخ ثقافة الابتكار في جميع الموجودين والخارج دولة الإمارات العربية المتحدة لأن الأفكار الابتكارية عبارة عن مجموعة كبيرة من الأفكار يمكن أن تتأخذ 2% من تلك الأفكار لتراها مجدية وتطبقها ولكن كيف أنت تصنف إلى 2%؟ بناء على السياسة، بناء على القرارات التي لديك، بناء على الدراسة الصحيحة تحليل المعطيات، نقارن بين المدخلات والمخرجات أنا عندي فكرة ابتكارية هل ستؤثر على العمل؟ هل ستقلل التكاليف؟ هل ستضيف منفعة وإيرادات؟ إذا كانت الفكرة الابتكارية مجدية نبدأ بتطبيقها إنما إذا كانت أنت ستأتي بفكرة تزيد ثقل المؤسسة ليس أأتي بها؟ تكلفني خسائر والمخرج ضعيف فدائماً نبحث عن الأفكار المجدية لتطبيقها في المؤسسة حلو، استاذ أحمد هل ممكن أني أنا يكون عندي فكرة أو ابتكار؟ لكن هو راح يفيدني على المدى البعيد يعني هذا مو بوقته ولكن فكرة جيدة أو ابتكار جيد هل أضعه من ضمن قائمة مثلاً أولويات الشركة؟ يكون عندي أيضاً استشراف للمستقبل بعد نظر؟ الأفكار سبحان الله في مقولة للمغفور له بإذن الله والدنا صاحب سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مقولته يقول اسمعوا من الناس بتيكم أفكار يمكننا الأفكار ما تناسبكم أحين في هالوقت لكن بعد مرور الأيام إذا كنت أنت حافظ هالفكرة بترجع لها بتقول فعلاً فلان في اليوم لفلاني قال هالفكرة ويا وقتها للتطبيق الأفكار دائماً تطبق على حسب المصلحة نعطي مثال على جائحة كورونا كان التحول الإلكتروني يعني نقول أربعين إلى خمسين فيلمية نعم فأتت جائحة كورونا جعلت الابتكار التحولي مهم جداً جداً صح فتحول العالم كله إلى رقمي تكنولوجي صح فمن كان يعمل في التكنولوجيا نجح وواصل نحن دولة الإمارات استمر التعليم استمر الخدمات استمر كل شيء تحولنا إلكتروني ولكن دول أخرى توقفت وشلت الحركة نهائياً هني أنت كيف تكون الأفكار عندك جاهزة من قبل قلت لي عن استشراف المستقبل دولة الإمارات كانت تدرس طريقة التحول الإلكتروني إدارة الأزمات ولولا كانت الناس تفهم تلك المنظومة لما انتقل كل شيء إلكترونياً في نفس اللحظة صحيح ويمكن أبسط مثال التعليم تحول بين الليلة وضحاها في أغلب الجامعات جامعة الشارقة على سبيل المثال كونها تتمتع ببنية تحتية جيدة رقمية كل شيء مجهز يعني الأساتذاء مجهزين أصلاً ومستعدين فهنا يكمن الفكر وهنا تكمن وجود أشخاص عندهم هذا البعد في النظر والجاهزية التامة في أي لحظة صار عندي مشكلة أنا ممكن أحل هذه المشكلة وممكن أستمر في تقديم أعمالي دون عاق عمية فلمية فهل حين نحصل مصطلح الجاهزية واستمرارية الأعمال نعم نضع الأخطار المحتملة التي ستكون على المنشئة على الشركة على المنتجات ونكون جاهزين عندنا سيناريوهات مختلفة لاستمرارية الأعمال العمل يستمر مثل ما هو رغم وجود الأزمة المنتجات تكون مستمرة للمتعاملين فهذا النظرة الحديثة ودائماً حتى مع وجود تلك السيناريوهات نعمل سيناريوهات أخرى ونحلل ونستشرف المستقبل بطرق ابتكارية في النهاية هدفنا جودة المنتج وسعادة ورفاهية المجتمع جميل جداً استاذ في غياب بأقسام الابتكار في بعض المؤسسات قد تكون جلب مثلاً أشخاص معنيين ذوي خبرة ممكن يكلف الشركة والمؤسسة ولكن كيف ممكن نحن نخلي الموظفين عندهم هذا الفكر فكر الابتكار وكيف نشجعهم على الابتكار بشكل مستمر الابتكار لا يقتصر على شخص أو فريق عمل الابتكار حق للجميع ولابد أن نغرص تلك الثقافة في جميع الموظفين في المؤسسات فالابتكار هو مثل ما قلنا العصب الرئيسي للحياة ولكن يجب أن يكون هناك ركائز أساسية يعتمد عليها الابتكار نشر ثقافة الابتكار مهمة لأن كل ما نشرت وعززت وحفزت أنت بتلاقي هناك مردود أكثر فبتقلل التكلفة بدل أن تتيب لك أشخاص وخبراء من الخارج سيكونون أنت ستصدر الخبراء إلى الخارج الابتكار محتاج إلى دورات تخصوصية أعمل مسابقات أعمل محفزات لهم نلاحظ في شهر الامارات للابتكار سيكون قريبا بإذن الله في كل إمارة في مسابقات في تطوير في تكنولوجيا فأنا أستقطب هؤلاء الشباب أستقطب الخبرات أستقطب عندي ممكن أنا عندي موظف أكمل عشرين سنة في الوظيفة لابد من معرفة تراكمية لدي تستفيد منها يعطيك أفكار جديدة أفضل من خبير يعينك منبرع ما يعرف بيئة العمل ولا مارس الأعمال تختلف الثقافة تختلف اللغة تختلف المنهجيات كل شيء يختلف فدائما صاحب العمل هو أدراء في تلك المصلحة فنستفيد من تلك الخبرات ونحفزهم للاستمرارية ونشجع الآخرين على إضافة أفكار جديدة جميل جدا بالنسبة للمطالعة والقراءة كيف أيضا نشجع اليوم الموظفين على المطالعة والقراءة وتفيدهم وتعطيهم آفاق أخرى وممكن تكسبهم أفكار ابتكارية صح التعبير العلم يرفع بيوتا لا عمادة لها والجهل يهدم بيوتا العز والكرم ونزل القرآن الكريم بكلمة اقرأ القراءة والمعرفة هي أساس الابتكار نلاحظ إمارة الشارقة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام تركز على المعرفة والقراءة والاطلاع كلما قريت وعرفت وزادت عندك المعرفة كلما كانت حصيلتك المعرفية كبيرة فالاطلاع تطلع على أفضل الممارسات تتعلم أشياء كثيرة العلم بحر مهما أخذنا منه ما يخلص فأساس الابتكار والتجديد وطرح أفكار جديدة هي المعرفة والعلم والاطلاع جميل أستاذ أحمد نتكلم عن استقطاب الخبرات وانت ذكرت أن مثلا إذا كان لدينا موظف قديم نأخذ من خبراته نجمج مع مثلا الشباب عشان يتعلم منهم أو عفوا يتعلمون منا طبعا وأيضا يتعلم منهم إذا كان مثلا الموظف بحاجة إلى تطوير يعني اليوم الخلط بعملية التدوير في الإدارات هذا ممكن أيضا يعطي نتائج إيجابية أمية فأمية الاستفادة من الخبرات الموجودة ما شاء الله دولة الإمارات لها تجارب كثيرة في الاستفادة من الخبرات فالمفروض يعني يكون نظام التدوير بين المؤسسات الحكومية والدوار بناء على شراكات عقد شراكات الاستفادة من الخبرات واستقطاب الخبرات أنا أشوف مؤسسة سين عنده ما شاء الله توجه جميل في الابتكار من عندهم عندهم شخص أستقطب هالإنسان ثلاثة شهور مثلا ستة شهور أطور هالمنظمة من خلال هذا الاستقطاب أنا كمستقطب سأتعلم ممارسات جديدة من المؤسسة اللي رحت لها وكذلك بنشر معرفتي والثقافة اللي موجودة فأنت هنا بتخلق شراكة تكاملية تبادل منفعة بين الأطراف فبننشر ثقافة الابتكار وبنطبق إلى أفضل الممارسات هنا الابتكار تحتاج أيضا النظرة الإيجابية الشخص المبتكر لابد أن يكون إيجابي يثق بنفسه يثق في المستقبل ما نقول الإيجابية أن أكون مضايق لا الإيجابية أن تؤمن بما تفعل دائما هي طريقة تفكيرك يعتمد على تفكيرك إذا شفت حتى لو كانت مشكلة إذا شفت فيها مخرج يفيدك فأنت شخص إيجابي تعرف أن في كل مشكلة فرصة جديدة للتعلم والاستمرار جميل جداً كلام رائع أستاذ أحمد شكراً على وجودك معنا شكراً على هذه الكلام والمحفزات نصاح التعبير وإن شاء الله دائماً نكون نحن ناس مبتكرين في عملنا وفي حياتنا ودائماً ما نصل إلى الحلول التي تسهل عائلنا هذه الحياة ونطلع دائماً بجودة شكراً لك ونتمنى لك يوم سعيد بإذنه شكراً يزاك الله خير شكراً لضيفنا الكريم لست أحمد عبدالله النقبي المدير العامل المركز على ابتكار للاستشارات والدراسات الإدارية